توقعات برج الحمل يوم الاثنين السادس من نوفمبر الفين وثلاث وعشرين حظك اليوم برج الحمل مهنياً تمتع بصبر الطويل حتى تستطيع إيجاد حذول للمشاكل التي تعانى منها خلال هذه الفترة وإياك هو أن تتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا تندمه بعد ذلك برج الحمل اليوم مالياً برج الحمل اليوم ثقتك بانفسك بشؤون المالية وتصميمك يأتي ثماره وتشعر بالتفائل بشأن مستقبلك المالي وقد بدأ عملك الجاد يأتي ثماره تأكد من أن تظل منضبط في أنفاقك لأن القرارات المالية المتهورة أو المتسرع قد تعوق تقدمك وابق مركزاً على الربح والمكسب المادي وتذكر أن الصبر والمثابرة سيقودنك إلى الاستهارة برج الحمل اليوم عاطفياً حافظ على الرابط القوى لذا بينك هو بيّن شريك حياتك ولا تنصت لمن يحاولون أن يثير المشاكل بينك هو بيّنه وأعمل على تحسين علاقتك به طوال الوقت برج الحمل اليوم صحياً مارس التمارين الرياضية بشكل يوم واتبع نظام غذاء صحي يساعدك على إنقاص وزنك الزائد واحرص طوال الوقت على شرب اللبن لتستفيد من عناصره الغذائية يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة أن تحافظ على وزنك ولا تفرط في تناول الطعام الدسم وفكر جيداً في قراراتك قبل اتخاذها يشكل كوكب الزهرة ترينا لبلوتو هذا الصباح ويمكننا أن نشعر بالعاطفة الممتعة والتركيز على شخص أو موقف أو اتصال أو مشروع إن الحاجة إلى مشاركة الحياة أو الاستمتاع بها على مستويات أكثر عمقا هي حاجة قوية يساعدنا هذا التأثير على التواصل مع أكثر من أحبه ونتزوه قد نقوم بتضيق نطاق تركيزنا لصالحنا تحت هذا التأثير نسعى لتنمية أو تحسين أو تطوير مرفقاتنا وأدراكنا لقيمة الصبر فإننا نصبح أكثر استراتيجية ومن المراجح أن نكتسب رؤية جديدة في العلاقات التجارية والشخصية كما أن ثلاثية عطارتون بتون الموجودة اليوم تشجعنا على الاستفادة من مخيلتنا مع هذا العبور نصبح أكثر سهولة في الاستجابة الاحتسنى والاستجابة له قد نشعر بسهولة بأفكار الآخرين ومشاعرهم ويمكن أن تكون كلمتنا وتأملاتنا وأفكارنا أكثر إبداعا ومنونة أو دقة أو إبداعا نحن نختبر إحساسا بالمعرفة والفهم مع الحد الأدنى من الشرح أو التعليمات وفي حين أننا قد لا نكون مباشرين أو محددين تحت هذا التأثير إلا أننا نرى الطريق للتغلب على العقبات يفضل هذا العبور التصوير الفوتوغرافي والفنون والشعر والخيال وروحانية والإعلان والترويج يكون القمر خاليا من الساعة الثانية وخمس وعشرين دقيقة صباحا صباحا مع الجانب الأخير للقمر قبل تغيير العلامات مربعا إلى عطارد حتى يدخل القمر إلى برج العذراء الساعة الثانية وتسع وثلاثين دقيقة صباحا ترجمة نانسي قنقر